أجل اللعب المتخب الجزائري سهرة الأربعاء ثالثة حصة تدريبية تحت إشراف المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش بالمركز الفني الوطني بسيدي موسا وإستعد رفقا ياسم براهيم لمواجهة المتخب بوليفيا سهرة الجمعة في إطار الدورة الودية التي تحتضنها الجزائر هذا وتبدو فرص مشاركة متوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم سعيد بن رحمة ضئيلة حيث اكتفى اللعبان بتدرب داخل القاعة لعدم جهزيتهما بدنيا بعد عودتهما من الإصابة أما بخصوص اللاعب حسام عوار متوسط ميدان روما فقد عانى من نزلة برد حادة لكنه تمثل للشفاء نسبيا وينتظر أن يلتحق بتربص الخضر الخمس